إبراهيم والله هي الغربة مؤثرة جدا يعني لكن نحن على كلام مستاذ إبراهيم أن المحل من مكان بنرجع للفلسفة بتاعت المكان لأن المحل على حسب المحل البنشي فيه والإنسان نحن أول أيام في القربة عانينا معانا شديدة جدا ليست المعانا من الغربة نحن لأن في المملكة نعتبر أننا نحن غريبين اللغة هي لفس اللغة في أخوان سودانيين قدامنا موجودين الشعبي بعاملة الشعب السوداني معاملة طيبة جدا أخوية يعني لذلك ممنحس لكن ارتباطنا بالمكان هو اللي يخليك إننا كتا تتأثر أنا غاية تأثيري كان كبير جدا لأنه طالع من مجتمع الدرماني بحث مجتمع ممتاز جدا مجتمع حنين جدا اجتماعي اجتماعي أيوة يعني كل الأشياء الجميلة موجودة في المجتمع الدرماني العاطفة الحنين الاهتمام يعني نحن الكبار دي كلهم كنا منعتبروا أهلنا البيت اللي ما بيتك بتدخل فيه وتتغدى عادي وكل شيء لذلك جينا من جينا من هناك وجينا هنا انصدمنا انصدمنا بالواقع العمل الكرفة الشديد وجودك براك وجودك براك بشدك الحنين يعني أنا من الأشياء جميلة جدا أذكر أنه مرة الساعة ثلاثة صباحا اتصلت على واحد من الأخوان قال لي ما لك قال لي ده وكيد ما بيجي في ذاته حرامي لي واحد ما لك بتتصل عليه قلت له والله اشتكت لكم يعني من شدة الشوق والجماعة وكانوا هم شلة الجامعة وبرضوا معانا في اندرمان اتصلت عليك والله قلت له انا بالضايق شديد جدا وحبيت اسمع صواتكم يعني الشباب كيف وانتوا كيف أخباركم قلت له انت نايم انا ما نايم ما قادر أنوم في الغربة دي ولذلك الغربة دائما بتكون الثلاثة الشهور الأولى هي المحكل الصعب جدا خاصة اشتركوا في القناة